اشتركوا في القناة ويأدفأ بكثير مما كانت عليه الأحوال الجوية خلال الليالي الماضية مع جواء غالبا صافية بوجه عام أما نهار يوم غد فيتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر بعض المناطق الغربيين المملكة ببدء لحالة مطرية نتجة عن تقدم الخبط جوي إلى منطقة بلاد الشام وفي ساعات الليل تزداد فرصة الأمطار على بعض مناطق السواحل الغربي مما فيها سواحل المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى والتي قد تصل أيضا في ساعات متأخر من الليل إلى بعض سواحل ينبع ورابغ جنوبا وربما أيضا مع ساعات نهار يوم الجمعة تصل هذه الأمطار إلى مدينة جدة أما في ساعات النهار فتكون تقريبا الأجواء مستقرة في عموم المناطق درجات الحرر العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليل القادمة نبدأها شمالا من اسكاكا 21 سبع عرعر كذلك أمر وأيضا تابوك كذلك أمر 21 سبع درجات مئوية بالإنقال إلى المناطق الغربية مكة المكرمة 33-22 جدة 31-23 المدينة منورة 27-15 وفي الطائف من 24 درجة مئوية في ساعات النهار طهب طليل إلى 15 درجة مئوية جنوب غرب الملك أجواء مستقرة أبها 25-11 ألباحة 20-15 وفي جزام من 28-23 درجة مئوية وفي المناطق الشرقية في الإحساء تحديدا 27-14 الدمام 26-14 وفي حفر الباطن من 27 درجة مئوية في ساعات النهار بينما طهبت الصغر الليل إلى حوالي 14 درجة مئوية في المناطق الوسطى من الملكة ختام هذه الجولة الرياض 27-15 بعض الأطلب المثارة محتملة نهار يوم غدا القصيم بريدة تحديدا 27-15 وفي حائل 23 إلى 8 درجة مئوية إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقصر العرب أو حتى زيارتنا على الموقع الإلكتروني arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر